كنا بتدينا نلمح ليه بعض الأمور المشاكل اللي ممكن تحصل عايزة أسألك على الموقفين اللي حصلوا هم موقفين يمكن بعاد عن بعض الشوية من همش علاقة بعض ولكن الموقف الأول ناس انتقدت فيتوريا على من البداية ضمه لمحمد صبحي خصوصاً إن الرجل كان عنده مشكلة مع نادي الزمالك وكان متحول للتحقيق بعد طبعاً ما خرج من المعسكر في مباراة زيد هو زميله فالناس تكلموا يعني أنا بكلمك على صبحي كفتوح معي طبعاً ولكن أنا بكلمك على صبحي يعني بنتكلم على حراس المر فالناس انتقدتوا من البداية على ضمه ده موضوع والموضوع الثاني موضوع قرار فيتوريا مبارح باستبعاد السلاسي حسين وإمام وطارق من المعسكر بعد ما انتهت المباراة خلينا في الموقف الأولاني شفت إزاي قراره بضم محمد صبحي بالنسبة كابتن ضم محمد صبحي هو لما جي تكلم قاله كان عندي عندي مهمة مهمة قومية وطبعاً تعرف المنتخب أهم من أي شيء وفي نفس الوقت هو صبحي وفتوح من العماصر الأساسية في المنتخب فطبيعي لما يضموا يعني دي هو ما بصلهاش النهية دي هتعمله مشكلة في المنتخب هو موقف معنا دي وفي نفس الوقت لما جي اختار اختار لأن الناس دي ناس موجودة من العماصر الأساسية موجودة في المنتخب بدليل أن يفتوحنا ملاعب قده بشكل كويس وصبحي زي ما قلنا هو شايفون هو مستقبل مع المنتخب وعرف أن صبحي مش هيعمل الكلام دو في المنتخب وده موقف نادي يعني هو ما بصلهاش لأنه هو مع النادي دي هتعمله أزمة في المنتخب ده قرار نادي وحتى في ناس كتير قالت إشمعنا محمد صبحي وفتوح وفي نفس الوقت جي خط قرار تربوي في المنتخب كلام ده ده حصل في النادي النهاردة التلاتة لعيبة مهمين جدا وهو عارف أن كل لعبة يعني في مستوى واحد ومحتاج كل اللعبة لكن هو عنده في كل مركز تلاتة اربعة خمسة فإذا ما فيش التزام أكيد هياخد قرار فبالتالي قرار حسين وقرار إمام وقرار طارق حامد ده جي في المنتخب وفي مطش صعب وعنده سفرية والنتيجة مفروض أن كل واحد يبقى عنده إنكار ذات فهو خد القرار بناء على أنه هو ده منتخب مصر مش نادي مش بتكلم بإسم نادي فهو خد القرار موضوع مختلف يعني دي حاجة ودي حاجة تتفق مع فتوريا في القرار اللي خده يعني بشأن استبعاد الثلاثي آه طبعا أنا معاه لأنه ما كانش فيه زكاء من اللعيبة اللعيبة جامدة جدا وعندها خبرات فطبيعي أنك انت كل اللعيب فيه مفرأة واحدة طبعا طبعا يا كابتن وبعدين كل حاجة محصوبة عليه آآ آآ أنت مفروض أنت يعني إمام كان زعلان لما مرحش لمنتخب عشان كان مصاب وكان نفسه يروح لمنتخب ونفسه يخف عشان يروح لمنتخب أنت النهاردة لازم يقف فيه زكاء إمام بلعيب كويس جدا وحسين وطارق طبعا وخبرات وزي ما حقاك قلت أنه هم كل واحد تيم يعني يشيل تيم آآ ولكن ما كانش فيه زكاء في الأحداث اللي حصلت أنت النهاردة مع حمدي فاتح لعب كان احتياط لعب ماتش الأولاني وراجل ما كسبنا ماتش الجزائر وما كسبنا ماتش زامبيا وعنصر مهم جدا وراجل أساسي وقعد تريزيه نفس القصة فلازم يقف فيه زكاء هنا حتى حمدي مع فرقته متقلق وانكسر الدنيا حتى يعني بها ساعات بيسجل وحتى الماتشات كلها مستوى واحد فشغلني مع الواقر بشكل كويس قوي بالضبط وبعدين هي مشكلة أنك أنت مش واحد مثلا اتقمص فممكن يهدو لأنك أنت بتكلم في ثلاثة واسمعت أن الأحداث دي حاصلت بعد الماتش مش فيه عالدكة يعني فيه تمارين أكيد تخصصية بعد الضبط مثل المستبعينين اللي مشتركوش آآ يعني حتى أنا كنت بروح ماتشات النادي القالي بشوف كلر الناس اللي لابت دي هي ديئتين كله بيشتغل النهاردة مفروض يبقى فيه زكاء نهاردة شوفنا في التسخين كمان الناس اللي لابت 11 اللعاب كانوا بيسخنوا وبعد كده ما نزلوا الملعب آآ الناس اللي حتياتي سخنت وكان كله بيتحك يعني طارق كان بيتحك وكان حسين كان بيتحك وكان إمام بيتحك في التسخين والدنيا مفاش مشكلة خارج فأنت إنقلست عندي ماتش كمان يومين مش ممكن تكون أنت في حزابات الرجل كمان يومين ممكن حسين كان يبقى لي دور إمام هيبقى لي دور طارق كان هيبقى لي دور فطبيعي أنا معه قراره لأنه طبعا لعيبة كبيرة عندها خبرات كل واحد سابنا دي عشان يمثل بلده فطبيعي أنه ناس قاعدت احتياطي فإيه المشكلة أنك أنت تكون احتياطي وإيه المشكلة أنك أنت تصبر وإيه المشكلة أنك أنت ما تلعبش الماتش ده والماتش الجاي وعادي يا جماعة ما فيش مشكلة خالص ولكن كان قرار حاسم ومهم جدا من المدرب ولكن لأنه لو عدى الواقف ده كابتن بركات هتحصل مشكلة كبيرة جدا أي حد بعد كده هيعترض هتبقى الموضوع مش هيبقى فيه انضباط ومش هيبقى فيه تركيز ومش هنشوف المنتخب بالحالة اللي احنا شفناها مبرح أكيد شفناها لأنه فيه طبيعي أنه هو حاطة بلان وحاطة سيستم جوه المنظومة في المنتخب وحتى مقدم بقى أي لعيبة حتى وأي لعيب بره المنتخب يعني ما بيشوف أن الكلام ده هايحصل يعني أن فيه قرارات بيتم اتخاذها من قبل المدير الفني بعد كده كل بعد هفكر مئة مرة أعتقد قبل ما ياخد قرار يعني أو يأي أو يأي أو يأي أو يأي أو يتصرف تصرف مش لاي يعني بالضبط وخصوصا أنا كنت كاسبا أنه الفريق شكله حلو اللعبة بتأدي بشكل كويس الناس كانت احتياطي ونزلت بقى أده بشكل كويس اللي لعب عشر ديارة باي ساعة وموت نفسه فيهم أنت يعني طارق عنصر مهم إمام عنصر مهم حسين عنصر مهم فبالتالي أكيد دورهم جاي كده أي لعيب مهما كان اسمه أمير أنا أعتقد أنه هو ما تقللش منه بأي شكل من الأشكال عدم مشاركته في مباراة أو مباراتين أو الحاجات دي كلها يعني ما تقللش منه خالص ده خالص أنت ممكن قرار زي ده كبتم بركات يعملك مشكلة بعد كده اللعيب نفسه ما بالضبط طبعا ليه؟ لأنه نهاردة ممكن حوصل لكاس العالم ممكن ما بقاش موجود ممكن ما بقاش موجود المعسكرات الجاية الرجل عامل يعني احنا كلمنا مباراة وقولنا أن المعسكر اللي جاي المعسكر اللي جاي على طول ده معسكر كاس الأمم طيب ما عندهمش معسكرات ما بلأ منتخب الأول عنده المعسكر اللي جاي كاس أمم على طول